قدم الرئيس عبد الفتاح سيسي التهنية لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم القضاء المصري حيث أكد رئيس السيسي أن مؤسسة القضاء لها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر السلام المجتمعي والطمأنينة مشيرا إلى أن توجهاته للحكومة ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال ونؤكد على أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلام المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن وتأسيساً على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وقد جلت تطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وصرة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية موسيقى